يشهد قطاع منخل في جبهة حمك بمحافظة الضالع مواجهات واشتباكات عنيفة بين الحين والحين الآخر وذلك بين ميليشيا الانقلاب والجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية مرسلنا في الضالع الزميل نصر المسعدي زار القطاع ووفانا بالتقرير التالي نحن الآن في المواقع المتقدمة لجبهة حمك في محافظة الضالع بمنطقة العود وتحديدا في مثلث الشعر العود بمنطقة منخله نلتقي بأحد القيادات الميدانية هنا في الجبهة القيادي الآخ عبد المسعد الصيادي فندم تحدثنا عن طبيعة المواجهات هنا بين ميليشيا الحوثي وصالح وبينكم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه الجبهة تحديدا ماذا عن خسائر العدو وماذا عن المعارك التي تشهدها الجبهة بين الحين والآخر في هذا القطاع بالنسبة للمواجهات في هذا القطاع طبعا واحدة القطاعات الساخنة الأساسية كونه يمثل أحد الشرائن الأساسي بالمنطقة هذا القطاع يعني يواجه كثير من حجوم آخرها محاولة ليلة البارحة ثلاثة تقوم بنزولها إلى حقر باتجاه المثلث وتم صدها وهذا القطاع طبعا كل يوم هو يلقنا العدو ضربات قوية ويطرح دماء وشهاداء هذا المرتبع طرحنا فيه اثنين شهاداء يعني قبل عشر أيام صدا للعدوان ومنهم أكثر من سبعة قتلة ومنهم حدد من الجرحة جثثهم جساء أكثر من خمسة يام وهي بالشعاب مجدلة يلقطوها يعني كالرفاء هذا القطاع من أحد القطاعات الهامة البارزة الصامدة التي تواجه بجهود ذاتية دعم محدود ولكنها معنويات مرتفعة وقوة ثابته وصامدة ومستعدة للوصول والاستمرار للأمام كان هذا هو القيادي في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عبد المسعد وهذه هي المواقع المتقدمة في مثلث الشعر العود في جبهة حمك في مناطق التماس بين ميليشيا الحوثي وصالح ورجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني نصر المسعدي قناة سهيل محافظة الظال ترجمة نانسي قنقر